المسايرات أيضاً عادت إلى بغداد وأنباء عن مقتل وأيضاً استهداف مخازن للصواريخ أنت هناك ما هي آخر الأخبار؟ ما الذي يجي في بغداد سيد حمزة؟ الحقيقة كلنا فوجئنا بما حصل أنا دخل للستوديو وإذا أجل الأنباء أمامي على قناة التغيير العواجل باستهداف عجلة أول الأمر دفع رباعي في منطقة المشتل بعد ذلك بدأت الأخبار تترى طبعاً المسايرات موجودة منذ العصر بالفعل بدأت الانتجارات في أكثر من منطقة آخرها الآن في منطقة حيئور والعبيدي وربما مناطق أخرى إذن استهداف ليس فقط لشخصيات إنما لمخازن أسلحة وسواها حتى الآن لم تتضح الصورة بعد هولي المفاجئة لا يزال قائم لأن كانت هناك هدنة خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن بدأ أن هناك نوع من التسوية حصلت بعد الضربة الأمريكية التي أدت إلى استشهاد عدد 17 شخص مقاتل عراقي ومدني وجرح حوالي 18 كان هناك لغض كبير حول هذا الموضوع ما حصل نوع من التسوية أن التصائل تتوقف مقابل أن لا تستأنف دولة المتحدة الأمريكية ضرباتها واليوم وزير الخارجية العراقي الدكتور فواد حسين تلقى اتصال من لينكين وزير الخارجية الأمريكي واتفق على أن يستأنف الحوار بين مغداد وواشنطن الذي توقف بعد الضربة الأمريكية كلنا كنا نأمل أن الأمور ستسير نحو هدنة ستستمر لفترة ولكن هذا القصف المفاجئ الليلة يعني عادنا إلى المربع الأول وخلط كل الأوراق سيد حمزة مستقر مدارة يعني هذه الهدنة التي تتكلم عنها هل الأمريكان يجب أن يلتزموا بها مسؤولون عنها هل هذه الهدنة عقدت مع الحكومة العراقية وبالتالي مع الأمريكان أم الفصائل مع الأمريكان هو إعلان نعم ولو الآخر شيء ما وصني بس يعني أقول لك هو إعلان من فصيل مسلح نعم 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 الفصائل أول مرة تذكر أنه كتاب حزب الله أعلنت أنه قررت يعني تأجيل أو تعطيل أو إيقاف عملياتها ضد الأمريكان في العراق لدفع الحرج عن الحكومة العراقية حتى تستأنف المفاوضات أنه جباء لم تلتزم بذلك أعلنت أنها ستستمر ولكن اللي حصل أنه حتى النجباء والسيد الشهداء وغيرهم لم يقصفوا طوال هالأيام القيلة الماضية لا يوجد قصف لا على قواعد عراقية فيها أمريكان في الداخل ولا حتى خارج العراق هذا خل الجميع يشعر أن هناك تسوية ما حصلت لكن ليست رسمية لم تعلن هذه التسوية بين الطرفين نعم لكن يبدو أنه طالما الأمريكان أول مرة أعلنوا أن هذه الضربة هي البداية وستستمر أيام وأسابيع لكن لم يحصل منذ الضربة التي حصلت قبل أيام حتى هذه اللحظة لم تكن هناك ضربات الآن استأنفوا هذه الضربات وأول مرة كان السيداف لسيارة ولكن الآن من الواضح قصف مستمر الآن في الآخر لحظة في منطقة جميلة أيضا هناك قصف بالتالي هناك بنك أهلاب أيضا يقال بالشعب هناك عملية كبيرة في الشعب نعم في العبيدي الآن في بغداد جديدة في المشتل في مناطق مختلفة من بغداد وكلها في جانب الشرقي من بغداد طبعا بالجانب الرصافة وسواها من المناطق في شرق القناة كل هذه الأمور الآن تحصل هذا يعني أن حتى إذا كان هناك هدنة بطريقة ما الآن انهارت يعني عدنا إلى المربع الأول وربما حتى المفاوضات رح يعلقها العراق مرة ثانية وأتوقع هذه المرة العراق سيتخذ موقف أقوى مما اتخذه خلال أيام الماضية عندما احتج ببعث برقية رسالة احتجاج إلى السفارة الأمريكية وسواها من الإجراءات لا نعرف ما الذي سيحصل ولكن بالتأكيد سيكون هناك موقف أقوى من الذي حصل في الأيام الماضية الآن عندما حصلت الضربة والردود عليها رئيس الوزراء أوقف أي تعامل مع الإدارة الأمريكية وهو أيضا البارحة في لقاء تلفزيون يقال الآن لا يوجد التواصل مع الأمريكان لكن اليوم بلينكين هو الذي اتصل وطرح على رئيس الوزراء على وزير الخارجية ووزير الخارجية طلب إعادة التفاوض لكن الآن عندما يريد العراق أن يتحرك سيتحرك بمستوين المفروض المستوى الأول هو ليس فقط إدانة هذا القصف الذي حصل بعد هذه الهدنة التي تحدثنا عنها وإنما يجب أن يكونك موقف قوي من الأمريكان صحيح هم موجودون بطلب من الحكومة العراقية لكن الآن العراق يقول أننا لسنا بحاجة حتى للمستشعرين إذن يفترض أن يصدر قرار قانون بمس النواب أو قرار حكومة بإخراج الأمريكان حتى ننزع الذريعة من أي طرف يريد أن نخلط الأوراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر